منذ فوز قطر بحقوق استضافة كأس العالم قبل أكثر من عقدا من الزمن وجهت البلاد تدقيقا وانتقادات حادة تتعلق بحقوق الإنسان كمعاملة العمال المهاجرين ومجتمع المثليين وقضايا أخرى تصعدت حدتها مع اقتراب موعد المونديال آخر هذه الانتقادات جاءت في سياق اعتراض السلطات القطرية للناشط الأسترالي البريطاني والنائب السابق في البرلمان البريطاني بيتر تاتشل يوم أمس حيث كان تاتشل قد وقف في احتجاج فردي أمام متحفي قطر الوطني وهو يحمل عبارة باللغة الإنجليزية تقول قطر مناوئة للمثليين ورفع لافتة كتب عليها قطر تعتقل مجتمع الميم وتجبرهم على التحول كما ترون وصل شرطي إلى مكان الاحتجاج وقام بطيل فتة تاتشل وتحدث معه بأرياحية على ما يبدو بطريقة سلمية بعد المواجهة مع الأمن القطري نشر الناشط بيتر الفيديو التالي على حسابه يروي ما حدث نعم أستمع I'm now released and will be heading to the airport soon I staged my protest on the main road outside the National Museum of Qatar for 35 minutes before state security arrived followed up by police I was arrested and detained for 49 minutes and subjected to interrogation about where إذرى ذلك اشتعل نقاش حاد على وسائل التواصل وهذه عينة من التعليقات والتغريدات هنا عمر يقول على قطر أن تحاسب لا تمتلك الدولة أي مبرر لها كي تتعدى على حريات الناس فقطر تبيع الخمور وتسمح بالاختلاط وعدم ارتداء الحجاب وكأن الدين فقط على المثليين أما خديجة فتقول لا أدري ولا أفهم ما علاقة هذا الموضوع بكرة القدم وبالمونديال هذا من جهة ومن جهة أخرى المتعارف عليه دوليا هو يجب احترام قوانين وتقاليد البلد الذي نزوره طيب بعد توقيف بيتر لأقل من ساعة غادر قطر وسافر إلى مدينة سيدني الأسترالية حيث يقيم وأرسل هذه الصورة على حسابه أو نشرها بالأحرى وبحسب تقارير صحفية أفد مكتب الاتصال الحكومي القطري بأنه لم يتم القبض على المحتج ولا حتى احتجازه بل تمت مطالبته ببساطة بشكل ودي ومهني بالتحرك قبل يومين طبعا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد علقت على ما وصفته بعنف السلطات القطرية ضد المثليين وقالت في بيان لها بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم تحتجز قوات الأمن أفراد مجتمع الميم وتسيء معاملتهم فقط بسبب هويتهم بينما يبدو أنها واثقة من أنه لن يتم الإبلاغ عن انتهاكات قوات الأمن أو ردعها أما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فكان قد تطرق أمس إلى ما وصفه بحملات تشويه ضد بلده منذ فوز قطر بتنظيم كأس العالم استمعوا إليه منذ ألنلا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابيا ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر